اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه أما بعد فيا أخي في الله اتق الله في أبيك واتق الله في والديك وابدع بوالديك لأن الله سبحانه وتعالى أمر بتوحيده ثم فنى بذر الوالدين اتق الله عز وجل في أبيك عند المشيذ والكبر فرحا ضعفه واجبر كسره وكن إلى جواره والزم قدمه فإن الجنة ثم قال سبحانه وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال صلى الله عليه وسلم راغن عنه امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين فحمد نعمة الله عز وجل عليك إذ متع ناظريك بوجود والديك واغتنم هذه الفرصة خاصة إذا كان الوالد ضعيفا فقم على حالته وقضي حوائجه وفرج كربته وكن إلى جواره فإنه فرض لازم عليك مقدم على النوافل مقدم على حلق الذكر ومقدم على مجالس الصالحين إذا كانت على سبيل النفل ولم تكن واجبة ولذلك ما تقرب العبد إلى الله بشيء أحد إليه من ما افترض عليه ابدأ دوالديك قال يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهار يريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من أجله وذلك يكون تحت ظله يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحيي والدات قال نعم قال ارجع إليهما فأحسن صحبتهما وفي رواية قال يا رسول الله أقتلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهار وتركت أبوايا يبكيان قال أتريد الجنة قال نعم قال ارجع إليهما فأرشكهما كما أبكيتهما وأحسن صحبتهما ولك الجنة فذر الوالدين فرض لازم ينبغي على المسلم أن يبدأ به قبل النوافل والطاعات فابدأ بنفسك وبين تعود وارحم ضعفه وارحم كبره كن مع الوالدين لا تسأم ولا تمن ولا تتعب ولا تضجر فإنك تخوض في رحمة الله جل جلاله كل لحظة وأن في جواره تدخل السرور عليه تذهب الوحش عنه لأنسك برؤية وجهك كما القلوب والوالدين تتعتش وتتألم ولكن يزول ألمها ويروى دماؤها إذا اطلعت ورأت أبناءها وبناتها فلذلك ارحم ضعف الوالدين والحنان والرحمة التي في قلوبهما ولذلك ثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم احتضر ابنه إبراهيم دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام فقال له الصحابة ما هذا يا رسول الله قال رحمة أسكنها الله في قلوب عباده الوالدين فيهما رحمة وفيهما حنان للولد وشوق وحميل ولو قال لك سافر ولو قال لك يذهب للدعوة فينبغي أن تكون أحرص على الخير منه الولد قد لا يشب أن يزعجه ولا يشب أن يضيق عليه فيراك تشب السفر يقول لك سافر تشب أن تكدح وتتاجر وتذهب ولا ولا تقول لك اذهب ولكن ينبغي أن تكون فطنا لديبا حكيما أريبا هذا الوالد في آخر عمره وضعفه ومشيدته وكبره الدنيا ثانية الدنيا تدرك ولكن در الوالدين ما هي إلا ساعات ولحظات وقد اختار الله عز وجل والديك فتعب على أصابع الندم ولا تحين ساعة من دني فاتق الله عز وجل في والديك واشكر نعمة الله سبحانه وتعالى إذ متع عينيك برؤية الوالدين من الليلة لا ينام الإنسان إلا هو يفكر كيف يبر والدين وأول الفروض بعد ترحيد الله عز وجل بر الوالدين تكون إلى جوار الوالد ولو أدى ذلك إلى انقطاعك عن بعض الدروس والوالد في أشد الحاجة تجلس معه إن كان مريضا تداويه وإن كان محتاجا إلى معونة تعينه وتساعده حتى ولو كان الإنسان يجد من والدين الأبية فإن أفضل البر وأحسنه فإن أفضل البر وأحسنه وأكمله وأجمله إذا كنت تحسن إلى الوالدين منسيان إليك وإذا كنت ترحمهما فتجد منهم الفضاضة والغضاضة ولربما تجد منهما أنهم الكلمان غيرك والهينانك فإذا رأيت من الوالدين السباب والشتام والاحتقار فعلا إن شاء الله أنها من بلاء القبول ما دمتنك لا تتسبب في غضبهنا كأن يكون الوالد لا يحفظ معروفك ولا يشكر إحسانك فلعل الله بحكمة يريد أن يرفع درجتك ببرك الوالدين وأعلم رحمك الله أنه من فواتح الخير فكم من علماء وأفاضل وصلحاء بلغوا الخير بفضل الله جل جلاله ثم بيرض الوالدين وأعرف عالما من العلماء الذين بلغوا شأوا عظيما في العلم كتب ترجمته بيده يقول لا أعرف أمرا وفقا الله عز وجل إليه بعد توحيده بلغت به بفضل الله عز وجل هذا العلم بعد فضل الله عز وجل مثل بري الوالدين فقد توفي وهو في النزع يدعو لي بالعلم والعمل إذا وفقك الله لبرد الوالدين فكسبت منهم الدعوات الصالحة وخط في رحمات الله سبحانه وتعالى تخرج من والدك والكف ترفع إلى الله أن الله يصعدك أن الله يوفقك أن الله يكون لك فأجشب بكل خير في دينك ودنياك وآخرك فالإنسان لا يستغل بالنوافل ويترك الفرائل كثير من طلاب العلم يجد السعانة ويجد الضيق ويجد الملو ولا يدري من أين جاءه هذا الهم والغم والنصب والتعب وقد يكونه أبا قد عطاه قطي عقل إنسان والده بكلمة واحد فتغيب عليه الشمس ذلك اليوم وهو من العاقين والعياذ منه يحتاج والده إلى حاجة فيأتيك والدك الذي طالما سهر عليك وتعب عليك يبتري على الله سبحانه وتعالى بالحاجة لك والله إن الإنسان لا يكاد يذوب خجلاً حينما ينظر إلى والده يسألوا حاجة لو أن القلوب حية والضمائر والنفوس حية لكالإنسان يذوب خجلاً أن والده يسأل المفروض أنك لا تنتظر من والد أن يسألك ولا تنتظر من والد أن يحرر حاجته عليك أنت الذي تلبي حاجته وأنت الذي تفرج بإذن الله كربته وتسعى لتحقيق مصالحه وإدخال السرور عليه وبذر كل ما تستطيع من الخير قبل الجلسات وقبل الأصدقاء والأصحاب والأحباب بر الوالدين الواحد منا يجس مع أصحابه وأحبابه ساعات متأخراً من الليل لا يسأل ولا يمنع ولا يرجع وقد يكون في فضول من حدي ولكن بمجرد أن يجس مع أبيه لحظة واحدة يتذمر وتجده سبحان الله يدخل عليه رجلاً من أهل الدنيا ربما لم يره فتجده يقوم من مكتبه يقضي حوائجه ويفرج كربته فإذا قال له الرجل ما هذا أشكرك على مقدم فقل هذا واجب وإذا جاء عند والدي في أبسط حاجة أو أقل معروف أعرض عنه ولربما جاء ويقضي حاجة بتذمر حتى إن الوالد يكره هذه الحاجة مما يرى من السآم والنمل من ابنه فالله الله في هذه القلوب الضعيفة ارحموا ضعف الوالدين ودائماً أيها الأحبة ينبغي على الخطباء وطلاب العلم دائماً أن يذكر بعضهم بعضاً لدر الوالدين هذه فواتح رحمة هذه من الأمور التي كان العلماء رحمه الله يتفقدون فيها حتى طلابهم لا يمر فترة إلا وهم يذكرون عهد بعض النشائخ رحمة الله عليهم ما كان يجلس معه طلابه كل بعد فترة إلا وهو يتفقدون بذر الوالدين يتفقدون في أمرين يقول لا أسأم منهم الإخلاص وذر الوالدين تجدوا دائماً وهو يقرع طلابه ويذكرهم بهذه كذلك الناس إن كنت في حيك إن كنت في مسجدك ذكرت فضل الوالدين وعشت بهما لأن الناس تناسب وكلما طال العهد عن النبوة كلما كان الناس فترة ومحنة وغربة عن الدين أصبح اليوم قضاء حوائد الوالدين من الضيق والسآمة والملو حتى إن كثير من الآباء يذكرون تجد الأب تقضى حاجة لكن تقضى بدون رغبة خرج ذات مرة رجل من الأخيار وكان من خيار طلاب العلم والدعاة اتفن عني ذات يوم وقال لي أني أريد أن أخرج إلى كذا وهي قربة من أجل القربات قل له يا أخي مالدك موجودان؟ قال الوالد موجود قلت هل أدن لك في الخروج؟ قال أدنني قلت لو كنت في ريض من الرأي فأنا أنصحك أن تبقى عند والدك قال لماذا قلت والدك كبير؟ حتى لو أدن لك المفهوم أن تستحي من الله عز وجل أن تتركه على ضعف وخور في هذا العمر وتخرج تتمثل بالقاعات فقال أنا واثق أنه راب قل له تأكد والله ثلاث مرات وأنا أراجعه ولكن يأبى الله عز وجل وأرجو أن الرجل كان فيه من الخير والصلاح أحسبه ولعوذ كيه على الله فيشاء الله عز وجل أنه يقدم على ما هو يعني طالبه من الخير فخرج فلما خرج وسافر بمجرد أن يبعد عن المدينة التي هو فيها مسافة تذكر شيئا في البيت أنه لم يأخذوا معه وكان من لوازم السفر قال فرجعت فلما رجعت وجدت الوالد في حاله من البكاء والفزن والهم والغم ما الله بيعني قال فلما رأيت الوالد يعني لهينك حتى عن الشيء الذي أنا أتيت من أجل قلت ما هذا يا والد قال يا بني ماذا أفعل طائدك تحب هذا الشيء ولا أحبنا معك أما لو كان باختياره ما أريدك أن تفارقه قال والله ما تملك إلا أن قبلت قدمه وجلس أكي عندك الوالدان فيهم رحمة ما يستطيع الوالد إذا رأىك تريد شيء أن يصدك عنه والوالد أرحم من الوالد ما يغتر الشاب بكون الوالد يقول يذهب إذا قال إذهب لا لا أذهب بل أجلس عند قدمك وأقضي حوائجك يقول له نبي صلى الله إذن رجلها فإن الجنة ثم الوالدان احتاجان إلى وفاء إلى رب الجميل إلى إحسان مهما كان لو شكت أن الوالد يقولك إذهب إلى طلب العلم فتذهب إلى طلب العلم ولكن بقدر تجعل حاجة بين عينيك ولا تنتظر منه إذا كنت تريد الرحمة والرضوان والتوفيق من الله سعادة الدنيا والآخر فلا تنتظر من والدك يوم من الأيام أن يطلب منك شيئا أنت الذي تقضي حوائجك وأنت الذي تبادره وتسبقه إلى حوائجك نسأل الله العظيم براء رب العرش الكريم أن يكرمنا بالبر وأن يجعلنا من أهله ونسأله بأسماء الحسنة وصفاته العلاف هذا المجلس المبارك أن يسبغ شعابي بالرحمات على من كان منهم من الأموات من الآباء والأمهات اللهم أفر لهم ورحمهم وعافهم معفى عنهم وأكرم نزلهم وعوسع مدخلهم وابنهم عنا خير ما جزي توالد العوانة ده اللهم أسبغ عليهم شعابي بالرحمات واجعلهم عندك في معين الجنات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وابارك على نبيه وآله وصحبه اشتركوا في القناة